هنروح لخبر تاني ولهو إعلاقة بالتأهل لعبتنا أو لعيبة مصرية في المنتخبات المختلفة لأولمبياد باريس سما فاروق تصعد لأولمبياد باريس في الكياك خلينا أقولكم إن اللعبة دي لعبة أولمبية ومصر دايماً بتحقق فيها أرقام كويسة ولكن محتاجين إعداد كويس لأولمبياد باريس سما فاروق لعبة منتخبنا الوطني للكانوي والكياك اتأهلت دورة الألعاب الأولمبية اللي جاية بإذن الله واللي هتكون صيف السنة اللي جاية في العاصمة الفرنسية باريس سما تأهلت بشكل رسمي بعد فوزها بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة الأولمبياد باريس واللي تلعبت في مدينة أبو جا ناجرية وده كان في منافسات 500 متر فاردي كياك قائبة منتخبنا الوطني في البطولة كانت بتضمن كل من سما فاروق محمود شوشة محمد طارق فرح هايدي آية محمد يوسف ممدوح حمزة أيمن سهيل أحمد محمد خالد علي حسن إسلام هاني محمد جمال هانا محمد ولمار أحمد ومعهم الدكتور خالد سمير نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة ومعاه أحمد وجدي مدرب وباسل هشام إداري وعبد الحميد طارق مدير فني ألف مبروك لسما بس أتمنى بين قصين إعداد سما بشكل جيد المشاكلة في الأمبياد مش كيفية تتأهل بس ولكن ما ينفعش نتأهل ونطلع أخير أو نتأهل وما نوصلش للنهايات لازم يتحط برنامج جيد لسما فاروق طبعا اتحاد الكياك اتحاد ما عندوش ميزانية كبيرة فلازم ييجي الدعم من الوزارة لازم سما يتعمل لها برنامج كويس احنا النهاردة في شهر 11 ما عندناش وقت 7-8 شهور لو قعدنا 7-8 شهور دول في الأوروبا وموضوع مش هيكلف كتير هي لعبة بمدرب بالكتير وسفر الأجهزة بتاعتها في طول الوقت في أوروبا أظن أنه ممكن تحقق نتيجة كويسة خاصة الأرقامها كويسة سما فاروق